بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشهر في المنسلين سيدنا محمد يوم ان شاء الله في عندي مقدار حلو بسيط وسريع وفائل من وقت بنعمله المقادير اللي عندي هون معلقة كبيرة سمنة مع معلقة كبيرة زيت حطيتهم كبيرة طحين على شوية ملح وعليها باكت فانيلا كمان حطيتهم مع بعض وهون كبيرة حليب نفس المقادير الحليب وطحين مع بعض اول شي بدراه حط الحليب على الغاز وهو السمنة والزيت ونشوف كيف هين حطيت الحليب على الغاز ولعت الغاز شوية شوية بتنزل الزيت ومعلقة السمنة بسم الله في قلبه ممكن تزودوا الكمية تعملها كبيرتين حليب اذا عجبكم المقدار وبرده تزودوا السمنة وتزودوا لطحين اهم شي بس مقادير لطحين الكاس والحليب مثل بعض هاي زيبوا مع الغاز هلا يدوبوا مع بعض بسم الله الغاز انا ما حميته كتير وسط على اساس هتحكم بالسخونة تبعته متحت تعرف انتو الحليب بشيط بسرعة متحت شوية شوية هاي لما يدوبوا شايفين هاي السمن والزيت دابوا والحليب طبعا شوية دفي هين احط لطحين متل ما قلت ودرة الملح اللي حطيتها والبانيلا هاي وخلطتهم شوية شوية مع بعض لما هاي شايفين هاي تشربتهم العجين بسرعة طبعا انا هذا الوقت وطيت شوية الغاز شايفين هاي شايفين هاي شايفين كتير ريحتهم بتشاهي وحيو كمان مع البانيلا هاي هيك خلاص بدي قطف الغاز هاي طفيت الغاز هاي طفيت الغاز انه هاي طفيته بس هاي بدا تم احركوا مع بعض ليتجانسوا بس تبرد العجين طبعا بإيدي بحلطه احسن هاي شايفين كيف هاي هاي اضعها تبرد ونرجع نشوف كيف بدنا نشكلها شايفين انا هنا ونحطيتها بصحن هنا عجنتها مليح مع بعض شايفين صارت عندي عجين متماسكة اتمي بس اعجنتها مع بعض عساس اذا في كتل من الطحين تروح كلها بسم الله وتكون هيك كمان العجين بردت شوي عندي لانه هي ساخي طبعا شايفين اسيفها لما تبرد ونشوف كيف بدنا نشكلها مع بعض وهذا المقدار طبعا مقدار بسيط عساس اذا عجبكم بتزودوا المقدار شايفين اسيفها تبرد ونشوف كيف شايفين العجينة انا هون بردت عندي بدى ابلش اجيب بس بحجم صغير هيك او اكبر شوي هيك اعملوا هيك وعندي هون هاي المغرفة شايفين قدبتكم بتطولوها شايفين وبدى الفها هيك بس بالعرض هاي شايفين كيف صارت عندي هيك وبدى الفها بالعكس هاي شايفين 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 هاي شايفين هامشي طريقة هاي نبرمها ونضغطها هون هاي شايفين شايفين والفها هاي وانا حميت طبعا زيت على الغاز بنقليها فيه وعندي مقدير شربات انا عملتها صراحة كوباية سكر كوباية ماي بعد ما يطلعوا بنقليهم فيه و بنحطهم فيهم بعد ما نقليهم بالزيت هاي اعمل كمان واحدة شايفين اهم شي ابرمها بهيك طول هاي بسم الله الرحمن الرحيم هاي لما نقبرمها بتعطيني هاي الشكل و احنا بطريقتنا بندف هاي اتبتنا نروح نخلص الكمية ونقليهم على الغاز في الزيت مع بعض هيك انا حميت الزيت هاي نحطيت اول واحدة بسم الله وهي الثانية احطهم هلأ بسم الله الرحمن الرحيم هاي لما يتحمروا شايفين هاياتهم بلا شو يحمروا عندي شوية شوية نقلبهم شوية شوية نقلبهم شايفين كل ما اتحمروا اللون تباحهم بكون اطيب في الطعن هاي شايفين ويعني تقليلا بشبهوا كربيج الحلب هاي شايفين هاي شايفين التحمير احسن مقرمشين وطيبين يما نطلع هون بسم الله هاي ها تتحمرت هاي بطاني كما حالما نحط هلأ المقدار بالتالي الزيت لازم طبعا يكون حامي هاي حط المقدار بسم الله الرحمن الرحيم هاي تقريبا هاي تقريبا بها تقريبا ونخلص اللي عنا بنرجع بنشوفكم لما نخلصهم اضعوا بالقطر او الشربات اضعوا اللون اضعوا اللون اضعوا بالشربات لا اضعوا بالقطر اضعوا بالقطر اضعوا الشربات او الشيرة حسب اللغات اللي احنا بنعرفها هاي سيبوا شوي رسي تشرب واطلعون كتير طعمتهم لذيزة متل كربيج الحلب وما اديرهم كتير بسيطة شوالله بتعجبكم لما نطلعون هاي هاي باقيين سيبهم بس شي ديئتين ثلاثة ونطلعون هاي الحالة اللي عندي جهت شايفين كيف شكله بشاهي واكيد طعمه بشاهي شايفين شايفين بتفقش كمان انشالله بتعجبكم طريقته لأول مرة اذا بتشوفوا الفيديو باتمنى تشركوا بالقناة اتفعلوا جرس توزعوا الفيديو وانشالله بيعجبكم بلاقيكم فيديو تاني وبامان الله وصحة وانا انشالله شكرا 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 شكرا